اوقات كتير بيكون عندنا شنط القماش ومش عارفين نستخدمها في ايه تعالوا النهاردة نشوف مع بعض افكار حلوة جدا وكمان عمليه وهتفيدك في البيت هستخدم بالشكل ده شنطة من الشنط القماش وهبتدي ان انا قص الجزء اللي في ليد دي من فوق اليد دي هنخليها هنستخدمها مع بعض دلوقتي وبعد كده هبتدي ان انا افتح الشنطة من الجنب ووصل كده لحد الاخر بيبقى فيه تانية في الجزء اللي من تحت برضه هبتدي ان انا قص التانية اللي موجودة عندي هاجي من الجنب التاني للشنطة وهبتدي ان انا قص الجزء اللي هو في الجنب من جنب الفيطة بالزبط وببتدي ان انا افتح برض الشنطة الآخر هنبتدي انفكي التانيات اللي موجودة عندنا من تحت دي كده هفتت الشنطة كلها بطولها وبعد كده هبتدي ان انا قص الشنطة من النص عندي الجزء اللي هو فيه التانية من الجنب ده هبتدي استخدمه دلوقتي هاجي من عند الجزء اللي من تحت وببتدي استخدم هنا الشمع هبتدي بقى ان انا اقفل الجزء ده كده على بعض من الطرفين وهسيب مسافة حوالي 7 سنتي دي مش هقفلها وبعد كده هبتدي ان انا اقفل برضو الجزء اللي هو من تحت والشمع هنا هدي معنا النتيجة حلوة جدا ما تقلقش منه نهائي لو انت مش عندك شمع طبعا تقدر تستخدم القبض والخيط برضو هتدي معاك نفس النتيجة كده قفلت الجزء اللي من تحت ده كويس جدا وهبتدي بعد كده ان انا اجي عند الجزء اللي من فوق سيبنا كده مسافة 7 سنتي زي ما احنا شايفين هاجي افتح برضو من الجنب التاني بنفس المسافة قصيت كده الجزء ده لحت المقاس اللي انا سيباه وبعد كده هبتدي ان انا اقص الجزء اللي من فوق هنستخدمه مع بعض بفكرة تاني دلوقتي بش هنرمي اي حاجة خالص من الشنطة دي وكلها زي ما اتفقنا افكار عملية ومفيدة جدا في البيت بدأت كده ان انا اقفل الجزء اللي عندي مفتوح في الجنب التاني بقت عندي كده بالشكل ده الجزء اتقفل معي من الجنبين هستخدم بعد كده شماعة مكسورة واخد منها جزء بس صغير والجزء اللي خدناه من الشماعة يكون من نفس المقاس العرض اللي خدناه من الشنطة هبتدي بعد كده ان انا اثبت كمية شماعة على الشماعة نفسها وبسبتها في الظهر سبت مسافة كده حوالي 2 سنتي بدأت ان انا اثبتها بالشكل ده هقفل بقى الجزء اللي احنا سبناه على الظهر باستخدام كمية بسيطة من الشمعة هنبتدي نقفل الظهر كويس قوي على الشماعة وبعد كده هنستخدم ضنطلة او جبير ونزين به الطرف اللي عندي هبتدي هنا استخدم الجبير ده اي لون يكون لايق مع لون الشنطة هنبتدي نستخدمه بس كده للتزيز والضنطلة والجبير ده بيكون موجود في محلات ادوات الخياطة ويكون مش غير خالص على حسب طبعا اللي انتي عايزينه هبتدي بعد كده ان اثبت بالشكل ده كده الجبير على الطرف من كل الجوانب كمان مكان ما ثبتنا الشمعة الدنطلة او الجبيرة اللي هنستخدمه هيددي شكل حلو جدا وهيداري معانا شكل الشمعة بدأت كده ان انا اثبت بالشكل ده الجبيرة على الجزء اللي من تحته كمان في الجنبين عند الجزء اللي ثبتنا فيه الشمعة عم من فوق وكمان عند الجزء الفتحة اللي احنا سايبينها للشنطة نفسها بدأت بعد كده ان انا استخدم جزء برضو بسيط جدا من الدنطلة او الجبيرة الابيض هيدي معانا شكل حلو جدا تستخدمي من الجبيرة او الضنطيل الحاجة اللي تكون لايقا مع لون القماشة اللي انت مستخدمها انا هنا هستخدم الابيض وطبعا الابيض هنا هيليق مع اي لون قماشة كمان استخدام الجبيرة الابيض هيدي شكل حلو جدا مع اي لون استخدمناه على الطرف شكلها كده بقى احلى كتير هبتدي بعد كده ان انا استخدم باجي والباجي ده بيكون موجود في محلات ادوات الخياطة بيكون سعري ومش غالي تقدر تستخدمي رسمة اللي انت تحبيها هبتدي دلوقتي ان انا اثبت الباجي ده باستخدام الشامع برضو على الجزء اللي هو من قدام بغض النظر عن الكافة والعين يا جماعة انا يعني مش بقام بالحاجات دي نهائي الشكل بس عاجاتي احبيت برضو ان انا استخدمه فكرة النهار هبتدي بعد كده ان انا استخدم يد تانية كانت موجودة مشان طقماش هبتدي ان انا اخد الجزء ده وبغلفه باستخدام الدنطيل البوني اللي سبتناه على الطرف هيدي شكل حلوي جدا لليد وكمان هكون الالوان كلها ماشية مع بعض بعد كده هبتدي ان انا اثبت اليد في الجزء اللي من فوق فوق الشامع بالضبط هتثبت معنا بكل سهولة وبالشكل ده هيكون كده عملنا مناظم بشكل بسيط وبشكل سهل جدا من الشنطة القماش ممكن نستخدمه اكتر من استخدام الاستخدام الاول هنستخدمها بالشكل ده كده كمناظم للشربات ونقدر نعلقها في اي مصمار او حتى في الدولايب فكريتها حلوة جدا وكمان عملية هتشيل معاك كمية كبيرة جدا من الشربات ممكن كمان نستخدمها بالشكل ده كمناظم لكراسات وبردو نعلقها مش تاخد معانا اي مساح المناظم ده واسع جدا وكمان تقدر تستخدميه هنا الاستخدام اللي ينزل نقدر كمان نستخدم الشنط القماش بالوانها فكرة حلوة جدا وكمان عملية هستخدم هنا المقاسات هاخد مقاس 32 في 32 الطول قدل عرض بالضبط وبعد كده هبتدي ان انا اقص الجزء ده وبساوي القماشة او الجزء اللي عندي كواس جدا من الجوانب هبتدي بقى ان انا اتنيع كده على بعض وبقص بقى الجزء اللي انا عايزيه زي ما اتفقنا هيبقى 32 وده مقاس قويس جدا الطول قدل عرض وده طبعا حسب الفكرة اللي هنفزها دلوقتي بدأت كده ان انا اسابل وماشا كلها من الاربع جوانب هبتدي بعد كده ان انا استخدم استراص دهبي وهبتدي اسبته على الطرف والاستراص ده بيكون مغوب منه الرخيص وكمان مغوب منه الغالي تقدر تجيب الحاجة اللي تناسبك فيه منه اشكال كتير جدا هاتي الحاجة اللي تعجبك هبتدي بعد كده ان انا اسبت الاستراص ده على الاربع جوانب في الجزء اللي انا خدته من الشمطة والشمعة هنا ما تقلقوش هيدي معانا نتيجة حلوة جدا الفكرة هنا في استخدام الشمعة ان انت بتثبتي حاجات ما ينفعش تخيطيها يعني مثلا الاستراث ده ما ينفعش ان ان انت تخيطيه بالابع والخير فهنستخدم هنا الشمع يدي معنا نتيجة حلوة جدا بس الفكرة هنا ان انت لما تيجي تخسلي الحاجة دي اللي انت عاملها بالشمع تخسليها على ايدك مش هينفع ان انت تحطيها في الغسل تمام هبتدي بعد كده ان انا اخد جزء تاني من نفس الاستراث وببتدي اجي كده زي شكله مربع بس وهاجي عند الطرف وهبتدي ان انا قصت كده حاجة بسيطة بسبت بقى الجزء ده كده عند الجزء اللي هو الزاوية اللي عند المفرش او الجزء اللي احنا خدناه من الشنطة القماش ثبتت كده من الاربع جوانب وكمان جزء صغير جدا في النص مقاس الجزء القصيد وده هيكون حوالي 2 سنتي وهنستخدمها بالشكل ده كده كمفرش للنيش برضو تقدر ان انت تستخدمي لونين مع بعض من الشنط ممكن اللون الازرق ده وممكن تدخلي معي لون اصفر تبقى فكرة حلوة جدا واتوفر عليك كتير فيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض شكله حلو جدا ومبهج وعملي تقدري برضو تخسليه زي ما اتفقنا على ايدي نقدر برضو نستخدم الشنط القماش في فكرة حلوة قوي وكمان عملية وليها استخدامات كتير هبتدي كده ااخد جزء صغير من الشنطة وهبتدي ان انا اتنيه بالشكل ده كده منع الطرف وفي الخطوة دي تقدر ان انت تستخدمي الابع والخيط وتستغني عن الشم مقاس الجزء اللي قصيته من العرض هيكون حوالي 6 سنتي والطول هيكون حوالي 15 وببتدي اتني شكل مسلس وبعد كده هاتني بقى منع الطرف كده تانية وتانية كمان هاجي من عند الضهر تمام زي ما احنا شايفين كده وببتدي اتنيها على وراء وبعد كده هبتدي ان انا الفها بالشكل ده تمام لحد ما بخلص كده الجزء اللي هو عندي بتنيه وببتدي ان انا اتني تانية تانية زي ما احنا شايفين كده التانية اللي بتنيها على الضهر بابتدي ألف بالشكل ده كده الجزء اللي هو من قدام هيددي معاينا شكل وردة وشكلها حلوة جدا وكمان بسيط هاجي بقى من عند الطرف وبعد ما كملت شكل الوردة هبتدي ان انا أثبت كده الطرف بنقطة شامل عتكون كويس يعني بزود شوية في استخدام الشامل عشان تزبط معاينا كويس وبعد كده هبتدي ان انا أزبط شكلها وهستخدم هنا خرزة من اللوني نص وبابتدي ان انا أثبتها بالشكل ده كده في النص نعمل بقى الوين كده مختلفة من الشنط القماش ممكن هنا تستخدمي اللوني ممكن تستخدمي ثلاث قلوات هبتدي بعد كده ان انا اخذ اليد اللي كانت موجودة في الشنط هياخد منها جزء صغير دايما ما بحبش اقول مقسات انت تقدري بقى ان انت تحددي المقاس اللي انت عايزاها زي ما تشوف الفكرة هبتدي بعد كده ان انا أثبت الوردات دي في النص وبعد كده استخدم جزء صغير من السكوتش وبابتدي اثبته بالشكل ده كده على الطرف لو عاوز مقاس الورده يكون اكبر من كده هتبتدي انت تزاودي شوية في الطور بدل ما يبقى 15 سنت ممكن تخليها عشرين او اكتر كمان هبتدي كده ان انا اقفل السكوتش على بعض باستخدام الشنط هتستخدميها بالشكل ده كده كلمامة للسلك بتاع الماك فكرتها حلوة جدا وكمان عملية وبسيطة ممكن كمان تستخدميها كلمامة للسطار نقدر برضو نستخدم الشنط القماش في فكرة عملية وكمان مفيدة هتفيديك طبعا هبتدي هنا استخدم جزء صغير من الشنط القماش هيكون مقاسه 22 العرض اللي قدامنا ده والطول هيكون حوالي 30 او 35 برضو انت شوفي الفكرة وتقدر تنفذيها بالمقاس اللي انت عايزين نستخدم سوستة مقاس 20 سنتي وهبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده كده على الطرف بتاع الشنط هبتدي اثبتها بالشكل ده من الناحيتين نحضر بثبت سوستة كويس جدا باستخدام الشامها زي ما اتفقنا هيمسك معانا كويس جدا ممكن في الفكرة دي تستخدمي برضو القبر والقيمة هبتدي اثبت بالشكل ده كده طرف السوستة مع طرف القماشة منع الحر عشان تثبت معانا كويس جدا طبعا احنا خلينا السوستة كده بالشكل ده من فوق هبتدي بقى افتح السوستة وقلبها على الضهر قماشة الشرنط ده بيكون حلو جدا وكمان تقيل فيستحمل معانا بدأت كده قلبها على الضهر هبتدي بقى ان انا اجي عند الجنب كده وببتدي اقفل الجزئين على بعض وهنخلي السوستة بالشكل ده كده الفوق برضو هيجي عند الجنب التاني وهبتدي برضو ان انا اقفل الجنب التاني بنفس الطريقة بس سبت كده من الطرف من تحت حوالي واحد صمتي هبتدي ان انا قص الجزء اللي انا سبته ده هيبقى حوالي نص صمتي كده من الجنب ويدي معانا نتيجة كويسة هبتدي بعد كده ان انا اجي عند النحية التانية بنفس الطريقة برضو بقص نفس المقاس واقفلها بنفس الشكل هيكون عندي زيادة فسستة من الجنب ببتدي اقتنيها بالشكل ده كده على الضهر مش هتبقى باينة معانا وكمان هتدي معانا شكل مزبوط اكتر وبعد كده هبتدي ان انا قلبها بقى على الوش كده هي جهزة معانا او خلصناها وثبتنها بشكل كويس وكمان عملناها بالمقاس اللي احنا عايزينه هستخدم هنا دنطل وده للتزيين تقدر تستخدمي الحاجة المتاحة بالنسبالي هبتدي كده استخدم الدنطل يكون بنفس اللون السستة اللي استخدمتها وبردو اللون يكون لايق مع القماشة بتكلم على الشنطة القماش وبقول قماشة هي فعلا قماشتها حلوة وتقيلة وكمان تستحمل هبتدي بعد كده ان انا اسبت برضو في الظهر عند السستة من الناحية التانية من نفس الدنطل هستخدم بعد كده وردات بشكل بسيط وببتدي اوزعها كده شكلها حلو جدا وكمان بسيط ممكن طبعا تستخدمها اي باتش ونستخدمها بالشكل لا كده كمقلمة هتشيل معيك حاجات كتير جدا وممكن كمان تستخدميها الادوات الميكوب فكرتها بسيطة وسهلة شوفو انا حطيت كمية الوان وقلام قد ايه وما خديتش كمان النص يعني ممكن تستخدميها في حاجات اكتر من كده وبكده تكون فصلت افقار النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو حطوا لايك وكمان اكتبوا لي رقائكم في التعليقات سلام علي